اشتركوا في القناة الجزائر تعد البلد السادس والعشرين في رحلتنا التي تستهدف نشر الوعي وكشف ما يقوم به المحتل من انتهاكات لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية نتحدث مع الصحافة وطلاب الجامعات في كل بلد نحل به ونسعى للقاء السياسيين أيضا ذهبنا إلى البرلمان السويدي الألماني والياباني بغرض التوعية حيال القضية الصحراوية بسبب أن القليل ممن يعرفون أن هناك مستعمرة في إفريقيا وأن هناك شعبا صحراويا ما زالت حقوقه تنتهك من طرف المحتل رحلتنا تتواصل من الجزائر العاصمة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين عبر ولايات أشلف، البوليدا، وهران، تلمسان، بشار عبر دراجتين لنقطع مسافة تتجاوز الألفين كيلومتر قبل الوصول إلى المخيمات ترجمة نانسي قنقر